بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد ما زلنا معكم في رحاب تفسير أسماء الله الحسنى فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله تعالى تسعة وتسعين أسماء مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة قال العلماء معناه من حفظها وعقل معانيها دخل الجنة ووصلنا إلى اسم الله تعالى القدوس والقدوس معناه المنزه عن الشريك وعن الولد وعن كل صفات الخلق فالله تبارك وتعالى منزه عن النقائص طاهر من العيوب فلا يوصف الله تعالى بأي صفة من صفات البشر لأن الصفات البشر لا تليق في حق الله عز وجل لذلك قال الإمام الذي هو من أئمة السلف أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه المتوفى سنة ثلاثمائة وإحدى وعشرين للهجرة في عقيدته التي سماها عقيدة أهل السنة والجماعة قال في أولها هذا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة قال فيها ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر أي أن من وصف الله بصفة من صفات البشر كالحركة والسكون والانتقال من علو إلى سفل ومن سفل إلى علو وكالتحيز في مكان أو جهة كل هذا من صفات المخلوقات من نسب شيئا من هذا إلى الله تعالى لا يكون من المسلمين لأن الله تبارك وتعالى ليس جسما هو خالق الأجسام سبحانه الله تبارك وتعالى تمدح بأنه ليس كمثله شيء فقال عز من قائل ليس كمثله شيء وقال تعالى هل تعلم له سميا وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال كل هذه الآيات تدل على أن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه والقدوس من الأسماء الخاصة بالله عز وجل يعني لا يجوز أن يسمى غير الله تعالى قدوسا إنما القدوس من أسماء الله الخاصة كالرحمن القدوس كذلك من الأسماء الخاصة بالله تبارك وتعالى وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح وقد ذكر العلماء ممن جربوا هذه الأمور أن من يكسر من ذكر اسم الله تعالى القدوس فإنه يوفق بإذن الله تبارك وتعالى إلى العبادة ويسلم من الآفات ومن أسماء الله تعالى السلام ومعناه السالم من كل نقص وعيب هذا معنى السلام في حق الله تبارك وتعالى ومن خصائص هذا الاسم صرف المصائب والآلام وذكر العلماء أنه إذا قرئ اسم السلام على مريض مئة وإحدى وعشرين مرة فإنه يبرأ من مرضه بإذن الله أو يخفف عنه ما لم يحضر أجله أي ما لم يكن بهذا المرض هو مرض موته وأجله ثم فرق بين السلام والمسلم كلمة المسلم معناه المنقاد فلا يسمى الله تعالى مسلما لأن المسلم معناه المنقاد والله تعالى لا ينقاد بل ينقاد إليه سبحانه فلا يجوز أن يسمى الله تعالى مسلما ومن أسماء الله تعالى المؤمن ومعناه الذي يصدق عباده وعده ويفي بما ضمنه لهم ويصدق عباده وعده أي بما وعد به المؤمنين من سواب عظيم في الجنة وما توعد به الكافرين من عذاب شديد في نار جهنم فالله تعالى فالله تعالى لا يخلف الميعاد لا يتخلف وعده ولا وعيده فما وعد الله به سيتحقق ويكون وما توعد به سيتحقق ويكون الله وعد المؤمنين بالجنة خالدين فيها أبدا وتوعد الكافرين بالنار خالدين فيها أبدا والله تعالى يفي بما ضمناه لهم فيفي بما ضمناه لهم من حفظ القرآن قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ويفي بما ضمناه لهم من الأرزاق فقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فالله تعالى يصدق عباده وعده ويفي بما ضمناه لهم وذكر العلماء أن من خاصية هذا الاسم المؤمن أنه إذا قرأه الخائف ستا وسلاسين مرة أمن على نفسه وماله بإذن الله الخائف إذا قرأ اسم الله المؤمن ستا وسلاسين مرة أمن على نفسه وماله بإذن الله تبارك وتعالى نسأل الله أن ينفعنا ببركة أسمائه الحسنى Brothers in Islam We'll continue tonight explaining some of the perfect names of Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jal said in the Quran وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا Meaning Allah has the perfect names So call Allah azza wa jal by these names One cannot make up a name for Allah azza wa jal Rather these names are taken from the Quran and the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and what the scholars of Islam agreed upon to be amongst the names of Allah subhanahu wa ta'ala We're up to the name Al-Quddus Al-Quddus means the one who is clear from all imperfections and deficiencies Allah subhanahu wa ta'ala is not attributed with the attributes of the creations All what are amongst the attributes of the creations cannot be attributed to Allah azza wa jal like a body like having a shape or a volume having organs being in a place or direction All these attributes for the creations cannot be amongst the attributes of Allah azza wa jal Imam Abu Ja'far al-Tuhawi who is one of the prominent scholars amongst the Salaf he was Hanafi he wrote a book and he called it the creed of Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah in it he said whoever attributes to Allah azza wa jal any of the attributes of the creations has blasphemed so if one attributes to Allah azza wa jal any of the attributes of the creations blasphemes the scholars of Islam said that there is a merit for mentioning the name Al-Quddus frequently if one were to mention the name Al-Quddus frequently Allah azza wa jal will guide him to the obedience of Allah azza wa jal and will protect him from miserable events also amongst the names of Allah is As-Salam and it means Allah subhanahu wa ta'ala is clear of all the attributes of imperfection there is a difference between As-Salam and Al-Muslim Al-Muslim is the one who submitted himself to God Allah azza wa jal is not called Muslim rather Allah is As-Salam there is a difference between them Allah azza wa jal does not submit to others rather others are submitted to him subhanahu wa ta'ala when we submit ourselves to Allah azza wa jal because we worship Allah azza wa jal we are called Muslims because we submitted ourselves to God Allah azza wa jal is not submitted to anyone rather everything is submitted to Allah subhanahu wa ta'ala the scholars of Islam mentioned as well that amongst the merits the specific merits of mentioning the name As-Salam is that one will alleviate by this by the will of Allah subhanahu wa ta'ala the harms and the calamities they also mention that if this name were to be recited on a sick person 121 times by the will of Allah this sick person will either be cured or his sickness will lessen and the pain will lessen unless he is on his deathbed also amongst the names of Allah is Al-Mu'min and Al-Mu'min means that Allah subhanahu wa ta'ala is truthful in what he promised his slaves with whether what Allah promised the believers with which is paradise and other enjoyments and what Allah threatened the non-believers with like entering hellfire and the different types of tortures therein Allah azza wa jal is truthful in everything that he mentioned about this and Allah azza wa jal will fulfill what he promised his slaves with Allah subhanahu wa ta'ala promised that he will preserve the Quran from any distortion look now after 1400 years the Quran remained the same Allah azza wa jal said إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Allah azza wa jal promised that he will give every slave his portion of sustenance in this life and Allah will fulfill his promise Allah ta'ala said وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا so everyone will not die until he gets all the sustenance that Allah subhanahu wa ta'ala willed for him the scholars of Islam said that whoever recites the name Al-Mu'min while he is afraid 36 times by the will of Allah azza wa jal he will be granted safety in his body in his self and in his money by the will of Allah subhanahu wa ta'ala we ask Allah azza wa jal to bless us with the blessings of the names of Allah and every night inshaAllah azza wa jal will continue explaining these names and by the end of the month inshaAllah will finish explaining the 99 names of Allah subhanahu wa ta'ala hoping that you will understand the meanings and inshaAllah you memorize them and you will go under the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that you memorize them and understood the meanings and you will be granted paradise for that reason and Allah azza wa jal knows best